الحياة الحياة دايما بيكون فيها حاجات بتدايقنا ولما بنبص للحاجات اللي بتدايقنا والحاجات اللي بتخنقنا يعني بنبتدي نصنفها حاجتين حاجة نقدر نغيرها وحاجة تانية بنشوفها امر واقع وما بنقدرش ان احنا نغيرها عم تسألوا كيف بيتكون تدعموا القناة عم بتفوتوا على الفيديو وتضغطوا لايك وشير وتشتركوا في القناة اسعد الله صباحكم بكل خير صباح جديد صباح سعيد صباح الامل والتفاقل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع اشراكة شمس يوم جديدة وصباح جديد صباح سعيد اهلا بحضراتكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس الحقيقة النهاردة كنت حابب اتكلم في رسالة الى حد ما عنيقة شوية رسالة كده اتمنى ان هي توصل لناس كتير ممكن تكون سبب في تغيير حياتك ممكن تكون سبب في تغيير حياتك للافضل ان شاء الله بإذن الله في حياتنا كده بنلاقي اشياء بتدايقنا اشياء بتضغط على نفسيتنا اشياء ممكن ان احنا نكون شايفينها ان هي امر واقع ولكن في الحقيقة الاشياء دي بتكون نتيجة لحاجات كتير كده لازقف بعض يعني ايه؟ يعني احنا لو احنا بصينا لحياتنا هنقول ان حياتنا فيها حاجات ممكن نغيرها وفي حاجات لا يمكن ان احنا نغيرها تعالى كده نقول مثال على سبيل المثال انا انا في فترة من الفترات لما وصل وزني ل122 كيلو كنت بقول لنفسي هو دا قدر هو دا قدر انا وصلت خلاص للحاجة دي وعمري ما هتغير تاني ابدا جسمي هيفضل كده هفضل عايش وهموت كده هو دا جسمي ابتدت اتحاول اتعايش مع هذا الحاجة اللي بتدايقني لان هي خلاص بقت حاجة كده موجودة في حياتي وكرشي بقى معايا رايح جاي بيه ابتدت ان انا اتعايش معايا اتعايش معايا ان انا ابتدت ان انا ادور على لبس مناسب ليه بدل ما اجيب امصان مقلمة بالعرض علشان خاطر ما تخلنيش ان انا جسمي يبقى عريض بزيادة ابتدت ان انا ادور على امصان بالطول وبعد شوية لما فشل موضوع الامصان اللي هي بتبقى مقلمة بالطول دي علشان خاطر برضو الجسم والكرش ابتدت يكون كبير جدا ابتدت ان انا ادور على الغوامق علشان ما بنش ابتدى لما روح مثلا مناسبة او اي حاجة والناس تقول لي ايه دا انت بقيت عامل كده ليه دا انت كده انت بقيت فضيع لما كن ماشي في الشارع ولاقي واحد صاحبي بيقابلني يقول لي ايه دا يا ابني اللي انت عملته في نفسك دا كل الكلام دا كان بيقذيني بحاول ان انا ابعد عن الناس ابتدت ان انا اخد جنب ابتدت ان انا انطوي ابتدت ان انا ابقى انسان مش عايز اتكلم مع حد ابتدت ان انا اكون من شغلي للبيت ابتدت ابعد عن المناسبات الكتير ما بقيتش اجتماعي زي زمان مع اني بحب ان انا اكون اجتماعي وحب ان انا اكون متواجد في وسط الناس وفي وسط صحابي لكن الحقيقة ابتدى ان الموضوع اللي هو كان في البداية لو احنا شفناه ان هو ممكن يكون يعني حاجة ان احنا ممكن نغيرها لكن انا اعتبرت ان التخن ده حاجة ما بتتغيرش وكانت النتيجة ان انا ابتديت ان انا حياتي تتغير بالكامل ابتديت ان انا ادور على الحاجة اللي هي ما ينفعش ان انا مش مناسبة بالنسبة لي اللبس ده مش مناسب خلاص ادور على لبس تاني ابتديت ادور على انا اقسم بالله وصلت المرحلة ان انا كنت ببص على الامصان بتاعتي كده ابص عليها شوال لابس شوال انا لو جبت شوال اللي هو الصوف ده اللي احنا كنا بنلبسه واحنا بنلعب كده في الايفنتات لعبة الشوال ده لو يعني عملتلكم امام هو نفس المقاسات بتاعت الامصان بتاعت زمان وخصوصا لما بكنت بشتري الامصان الكتان يعني اميس بامانة يعني انا لما كنت بعمل كده الاميس كان بيمز مني خلاص العروة بتاعت الاميس اللي كانت بتتفرتك مني وممكن الزرار يطير يجي في عين واحد صاحبي يضيعها خالص ده كان مقساة بالنسبة لي هدومي بقيت مبهدلة ولكن كنت بحاول اتعايش اجيب هدوم اكتر ابتدي ان انا اشوف حاجات اقوى اللي هو بقيت اشغل نفسي باشياء ان انا عمالة حل في مشكلة اللي هي يعني مشكلة ان انا ازاي اداري جسمي ازاي ان انا اتكيف مع الجسم ده لكن في النهاية لقيت ان انا بعمله ده هو مجرد ان مضيعة للفلوس مضيعة للوقت وبعد كده ابتدى ينتقل جسمي ان انا ابتديت ان انا اخش في دوامة صحية بقى موضوع عندي التخن اللي هو بقى عبارة عن مظهر عام بقى سيء جدا بقى نفسية سيئة ونفسية اتغيرت وسلوك اتغير بقيت انسان منطوي من انسان اجتماعي ابتدى ينتقل معايا ان انا بقيت انسان مريض الموضوع ابتدى يتدرج معايا من شكل لنفسية بقيت مريض كمان بقى عندي خشونة في الرجبة بقى عندي ضغطي عالي بيوصل لمية وسبعين بقى عندي الام في الظهر ما بقيتش ان انا اقدر ان انا اعمل اي حاجة غير ان انا اروح البيت اكل ونام وحتى صوتي وانا نايم يعني كان فضيع جدا جدا ويشهد علي ده زوجتي اللي هي بتصورنا دلوقتي فالموضوع ابتدى ان انا بقيت احاول ان انا عمال اجاهد في حاجة اصلا انا مش حايفة انا بعمل ليه كده اللي هو حاجة حسيت ان انا عمال اغرق واللي هو في نفس الوقت ان انا عمال اقاوم الغرق ده بقى اشياء غريبة جدا ان انا عمال ان انا الصم حاجات ان انا ما بحلش الموضوع من جزوره لا ده انا بحاول ان انا اتعايش مع المشكلة وهو ده اول خطأ انت ممكن تخطأه في حياتك اتعايش مع المشكلة ان كتير مننا بيتعرض لمشاكل كتير سواء مشاكل مثلا في اسرتك سواء مشاكل في شغلك سواء مشاكل في حياتك وتبتدي ان انت تتعايش معها شغلك على سبيل المثال اللي انت ارفان منه واللي انت مخنوق منه واللي انت كل يوم بتروحه فبالتالي ان انت بتقول ان الشغل ده يعني مدايقني يا جماعة دور على غيره دور على غيره دور على حاجة انت بتحبها ناس كتير يمكن اصدقائي وناس كتير زي ما بقولكم كده قبل كده ان في ناس غيرت المجال بتاعها تماما ناس كانوا مهندسين اصبح عازف جيتار او اي امكان هو حابب كده خلاص هو حر او مخرج او ممثل او مغني او مثلا فتح محل اكل او ان هو بيعمل اي حاجة تانية هو حابب الحاجة دي علشان كده بقولك اوعى تدفن نفسك وتحاول ان انت تتعايش مع مشكلة هتلاقي نفسك ان انت المشكلة دي ابتدت تكبر معاك وابتدت ان هي يبقى ليها كمان فروع من المشاكل انت مش هتعرف تلمها خلاص البداية لما انا فكرت كويس قوي ايه اللي انا وصلني لده ليه انا بقيت 122 كيلو ليه ان انا وصلت المرحلة دي بصيت ان انا كان عندي اوبشن في حياتي اوبشن عادي خالص ان انا عندي مشكلة في الشغل ان انا شغلي مش سمحلي باي اجتماعيات ان انا شغلي كان ضاغط علي نفسيا وعصبيا وابتديت ان انا اشوف هل المشكلة فعلا كده طب مرحل لها طب مرحل لها طب انا سيب الشغل ده واجيب شغلي تاني ايه وعد سيب الشغل ده ده فرصة ده بريستيج وفلوس وهتضيع مستقبلك كده يبتلو ما ضيع مستقبلي اما انا كده كده ضيع انا بدخن انا وزني دلوقتي داخل على المية وعشرين وداخل السنة الجايه مية واربعين يعني انا لو فضلت كان موجود في نفس المكان ده او في نفس الشغل ده كان زماني دلوقتي عندي يعني 200-300 كيلو يعني زماني واحد من الناس البائسة اللي هي بتدور على اي حلول علشان خاطر تغير حياتها وخلاص لما ابتديت ان انا احل المشكلة المشكلة اللي هي يعني كانت يعني الناس بتشوف اللي هو فيه ناس بتقبر دماغها فيه ناس بتقولك الاستقرار اهم حاجة الاستقرار اهم حاجة ان انت تبقى مستقر في شغلك بتاخد فلوس كل شهر ان انت بتروح الشغل شغل كويس مرتبه كويس خلاص خليك مستقر بس انت مش دامل الشغل التاني هتبقى فيه اي عامل ازاي لا يا باشي انا بقولك انا بقولك نصيحة لو انت شغلك ارفك وهو سبب ان هو كرسة في حياتك وان هو سبب زيادة وزنك تسيبه اي حاجة كانت سبب زيادة وزنك يا اما تحاول ان انت تحلها لكن اوعى تتكيف معاها اوعى يكون عندك مشكلة في حياتك وتحاول تتكيف معاها اوعى لان التكيف معاها ده مشكلة لوحدك علشان كده الرسالة ممكن تكون عميقة شوية انا عارف ممكن تكون انت تسيب الرسالة وتمشي لكن لو انت بسيط انا عايزك بس نمسك الحتة كده نمسك الموضوع ان انت مش عايزك ان انت اللي هو يبقى عندك مشكلة صغيرة تقول ايه مش مشكلة عديها الشغل مش مشكلة الشغل عندي عديه عسنا مش هدور لسه عسنا خايف ادور اروح مكان جديد الخوف من الجديد الخوف ان انت تنتنقل لمكان جديد صدقني حضرتك ناس كتير جدا غيرت الكرير بتاعها او غيرت الشغل بتاعها ولايت ان اللي هي غيرته ده كان افضل بكتير جدا وانا الحمد لله واحد من الناس عملت كده ان انا سبت المكان ده وروحت المكان تاني ابتدى المكان تاني ده يأثر عليها بشكل نفسي بشكل جيد ولله الحمد ولله الحمد وبشكر كل الناس اللي شغالة معايا الحقيقة يعني بشكرهم واحد واحد لانهم ناس محترمين كلهم من الصغير لغاية الكبير فالناس دي الحقيقة يعني الناس يعني مش هالله عليهم فانا لما لقيت اني نفسيا ابتديت ارتاح ابتديت ان انا اغير حياتي غيرت حاجة ممكن تكون كل كعة في حياتي كده واني انا كانت مدايقاني في حياتي لقيت اني انعكس علي ان انا بقيت نفسيا مرتاح ابتديت ان انا اغير حياتي ابتديت ان انا اهتم بنفسي ابتديت ان انا اغير فعلا من نفسي ولقيت ان انا اتغيرت زي ما انتو شايفيني دلوقتي ان انا بقيت انسان من انسان مدفون جوه الدهون لانسان انتو بتعتبروه ان هو ايقونة الامل المصدر التشجيع وحاجات كتير جدا حاجات كتير انا بستغرب وبستعجب لما بشوف كومنت من كومنتاتكم اللي هو بتقول ان احنا بنستنىك كل يوم ان انا لما انا كن قاعد دلوقتي يعني معي اصرتي على فكرة احنا قاعدين دلوقتي كده واحنا بنصور اصرتي قاعدين معانا صح هاد يا محمد اشتاعي معانا صح اقول صح بس يعني اصرتي قاعدين معايا في جوه الفيديو ده وبالتالي انا كل يوم بطلع اقول لكم رسالة علشان خاطر انا بشوف ان الناس بقيت شايفة ان هي انا التشجيع بتاعهم فعشان كده النهاردة الرسالة يمكن تكون مش مفيدة لبعض او ناس مش شايفها مفيدة لكن مرخص الرسالة دي ان انا بقول لك ان انت ما تقعدش تبص على حاجات صغيرة وتخلي في حياتك حاجات ممكن ان انت تغيرها حاجات ممكن تغيرها بشكل بسيط جدا 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 يعني وتخليها سبب ان هي تسبب لك كالكعة في حياتك ومشاكل اكبر مشاكل صحية يعني الموضوع يا جماعة ان انت صبرت على شغلك اللي اثر عليك نفسيا او صبرت على حياتك عمتا او اي شيء في حياتك وبالتالي اثر عليك نفسيا ابتديت تاكل ابتديت وزنك يزيد ابتديت تدخل في مشاكل مرضية وبعد كده يتحول السمنة من موضوع سهل ان انت تخس وان انت تحقق انجاز لبقى معا امراض كتير بقى صعب ان احنا ممكن ان احنا نطلع منها بقى معاك امراض وبقى امر واقع بقى المرض بقى امر واقع مش عايزين نوصل للمرحلة دي وهي دي الرسالة بتاعت النهاردة حاول ان انت تحل مشاكلك بشكل سريع قبل ما الموضوع يتفاق منك اسعد الله صباحكم بكل خير ما تنساش تفرجع الفيديوهات اللي فاتت من هنا ومن هنا وما تنساش تدعمنا بالضغط على لايك وشير وتشترك في القناة السلام عليكم شكرا سمحمد شكرا لجين شكرا لممتهم واحمد اللي جواه محبوس والقضاء شكرا جزيلا السلام عليكم